اوامر الاخلاء ومشاهد التهجير القصري تنتقل من قطاع غزة إلى الضفة الغربية مع تنفيذ قوات الاحتلال عملية عسكرية هي الأوسع منذ عشرين عاما واكتاحت آلية الاحتلال الشوارع في جنين ومخيمها إلى جانب العديد من المخيمات في الضفة وتسببت في أغطال بالبنى التحتية بمناطق متفرقة النساء والأطفال مثلوا النسبة الأكبر من السكان الذين شهدوا وهم يغادرون جنين مؤكدين أن إطلاق النار حولهم أثناء وجودهم في منازلهم كان مكثفا لدرجة أنه لم يكن هناك خيار سوى المغادرة بس معنا لغير صد كوات خاصة بقول كوات خاصة أشدوا أشدوا كمنا ما روحنا؟ روحنا على المطبخ من المطبخ فات رصاصة وين روحنا على غرفة ضيوف؟ من غرفة ضيوف مرضو فات رصاصة روحنا على غرفة النوم فات رصاصة فعلى غرار غزة جاءت أوامر التهجير عقب دعوات وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس لإخلاء قصري في الضفة الغربية واصفاً الحرب الرهينة بأنها حرب على كل شيء تصريحات المسؤولين في تل أبيب والعدوان الإسرائيلي الغاشم في الضفة الغربية يكشف بشكل واضح عن رغبة إسرائيل في تدمير مقاومات الحياة بالضفة لإجبار الفلسطينيين نحو الهجرة بشكل نهائي وترك مخيماتهم للمستوطنين